السلام عليكم تمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين بصحة جيدة وفي احسن الاحوال يوم ما ان شاء الله غدي نشارك معاكم اه هذا الداسر هذا او هذا الطرطة هادي دي الليمون اللي كتجي سهلة جد سهلة اه بيدون جيلاتين كيجي فيها واحد لما دق غزال بزف يعني غدي تعجبكم بزف فانا متأكدة غتصلح لكم اه نضيف ديالكم ولا تعدلوها يعني اه البيت ديالكم العائلة ديالكم فكتجي غزالة اه مشي صعيبة نهائيا دبع ما غنزيتين نطول لكم ونخليكم مع المقادر وطريقة تحضر ودبع غدي مدعو على بركة الله بالمقادر اللي غدي نحتاجوا في هاد التحلية هادي هما هادو كيف ما كتشاهدوا معايا اول حاجة اللي غدي نشاركه معكم هي اه هاد بيسكوتشو هادا او هاد البيسكوي او الكيكا اه اللي غدي نحتاجوا هو هاد النوع هاد الكيكا نشرتوا من من مركاظونا اه غدي نحتاج واحد العلبة صغيرة اه من الحليب مركز محلة انا عندي هاد الكبيرة فعبرتها بهاد الكاس هادي جد تلتمية وخمسة وسبعين درام منسبة اذا كان عندكم هاد الكبيرة في حالي غدي نحتاج اه جبنة الماسكاربون عندي هنا يكد وزن ميتين وخمسين وغدي نحتاج ميتين وخمسين من هاد الجبن هذا الكريمي ممكن تسعملوا اه خمسمية دل جبن الكريمي ولا خمسمية دل جبنة الماسكاربون ولا تخلطهم كيف ما عملت انا اه هنا يا عندي نصف كأس من عاصر الليمون او للحامض او ما يعادل مية وخمسة وعشرين ميلي لتر من عاصر الليمون عندي هنا يلقال من الماء وهناي عندي اه نكهة الحامض اللي غادين اه نضوبة في ديك الماء اولا اذا كان عندكم سيرو دلليمون فيكون احسن واحد الحاجة اللي نسيت من شركة معكم هي هاد القجدة اه او الناطا او الكريمة للخفق غادين محتاج ميتين دل ميلي لتر اللي كانت عندي ديجا برد بردة كنت خليطة يعني دبتلي لكاملة في في المبرد صافي في واحد الوعاء كيف ما شاهدتو غادين اه نصب هاد حليب مركز محلة وغنضيفو اه باقي المكونات غنضيفو الليمون عصر الليمون غادين ضيفو جبنة الماسكاربون وجبنة اه الجبنة الكريمية وغادين ضيفو اه الكريمة هذا الخفق كيف ما شاهدتو صافي دبا قدي نحاول آآ نخلط هاد المكونات هادو مزيلا مع بعض ديتون بسباطولة اولى آآ بالفو اولى بالخلط آآ ليداوي ممكن تستعملو غال خلط ليداوي بالنسبة الناس اللي ما عنداش آآ آآ الا كهربائية فاقا بالخلط اليداوي انا مش نوريكم دابة يعني غدتستعمل غال خلط ليداوي وكيفاش غد رجع معاي الكريمة غزالة اما بالنسبة للخلط كربائي فممكن استعملوه فقد يطلع معكم بسرعة اما اذا استعملتو اضطر باليدوي فالمدة اللي سارقت معايا باش خدمت هاد هاد الكريمة هادي غير اربع دقائق فقط عندهم كتشاهدو كيفاش الكريمة دابا ابدأت كاذا تقل اللي كيتقلة معانا اكتر هو ديك الليمون والكريمة طبعا كتزيد تعطي هادك القاوام الكريمي وكتتقل حتى هي عندهم كتشاهدو تلك كريمة كيفاش رجعت غزالة واحد المضق فيها غزال بالنسبة دابا نكهات الليمون كيفما قد كم غاد نعمل القليل من نكهات الليمون غاد دهوبة في ديك شوية دلمت ما عندي تقريبا واحد سبعين ميلي لليتر د د الماء ولكن ما كده يمشي الكمية ممكن تسعملو حتى السيرو د د الليمون مهم اللي خصنا هو اننا هاد السيرو هادا غادن في الزقوبة ديك الكيكا دينا ممكن تسعملو ترشي عاصر اذا كان عندكم او تسعملو مثلا السيرو اللي كان عادلو بالسكر والماء ممكن تسعملو اي حاجة كانت عندكم متوفرة في الدر بالنسبة ان المول فانا استعملت المول اللي كنت تفتح ويتشد انا غادي نعملو على حساب يعني هاد البيسكوي هادا بالنسبة القطر ديالو جافاه عشرين على تنين وعشرين هو القطر هاد المول هادا ممكن تسعملو طبعا اي مول كان عندكم متوفر في الدر اذا كنتوا غاد تسعملو هاد المول هادا فحالي غادي تعملوه فوق يعني البلاطول اللي غا تقدمو فيه صافي كيف مشاهدتوا انني السفس ديك البيسكوي ديالي بديك المول ودعبا غادي نبدأ نفزك هاد البيسكوي هادا بش ما يجينا شي البيسكوي يابس فغادي جينا نفزك يعني واحد شوية سافي غادي ننفزك هادا بشوية ديالعاصير او لاسير ولا اي حاجة كنتم نتوفرها عندكم وغادي نصبو النسبة الكريمة ديالنا ممكن تعملو ثلاثات الطبقات ممكن تعملو غيجوش انا عملت جوج ديالطبقات ديالبيسكوي و جوج ديالطبقات ديالكريمة اذا كنتو اعملوا جوشة الطبقة فتقسم الكريمة الى نصفين اذا كنتو اعملوا ثلاثة الطبقة فتقسم الكريمة على ثلاثة كيفما قدكم انا عملت غير جوشة الطبقة وانتوما كيبقى طبعا الاختيار ديركم كيفما كتشاهدوا اذا بك نحاول اززع ديك الكريمة فوق ديك البيسكويت نحاولو نزعوها مزيان على هاد الشكل هادا بوحد شكل متساوي سوف نزيدو الطبقة الثانية ده هاد الكيكا هادي وغادي نعودو نبللوها او نعودو نفزقوها بدي كسيرو اللي عنا دي الليمون وغادي نعملو الطبقة الثانية ده الكريمة من بعد ما غادي نكمل غادي نحشيو هاد الطرطة هادي في المبرد يعني وحد اربع او خمس ساعات اذا كنتو مزروبين فاذا ما كنتوش مزروبين مل احسن اذا كنتو غد وجدوها نضيوف تلكم فامل احسن وجدوها واحدة النهار قبل باش تشبرنا او اذا كنتو مزروبين انا قدكم اربع ساعات او حشيوها في المجمد باش دبرد معاكم بسرعة صاف هنا ينبعد ما غازت ليلة كاملة هنتو مكتشاهدو كيفاش يعني جمدس معايا هنا يعندي واحد كازد الماء الماء يعني عادي ماشي سخون محتاشي حاجة وحشيتو في الموس كيف ما شاهدتو باش الكريمة مدلسقش معايا في الموس باش نحاولو يعني نفتحو المول دينا بلا ما تخصرنا الطرطة وجينا الشكل دياله يعني معاوط بالنسبة هات الطرطة هدي فممكن دعم لوحدة في اعياد ميلاد تقطعوها الى مربعة صغيرة وغايجي الشكل دياله مزيون باش تقدموها اا يعني نضيوف ديالكم صافي دابا غادي نزولو المول على هات الشكل هادا كيف ما كتشاهدو بالنسبة هاد المول هادا فكيعجبني بززف لانا كيخليك تكبرو تصغرو كيف ما بغيتي يعني كيكتحتاجون بززاف دل احجم فحاوط ما تشري بزاف دل دليمو كل واحد والقطر دياله فهذا كتسعمل القطر اللي بغيتي كنصحكم بها لانا غادي سعملوها بزف كيف ما شاهدتو معايا هنا ان في التزين غادي تزينو كيف ما بغيتو انا هنا زينت ببشر اللي مونا كيف شاهدتو وهذا كنهو الشكل النهائي دول تروطogue النا اولا الجيلاتين كيف ما شاهدتو انها يعني كجعاق اطواق فكيف ما كيف ما شاهدتو في حالي كأننا نسعملنا الجيلاتين ولكن احنا ينسعملنا كيف ما جوتو تشي حاجة لا فلان للجيلاتين لازاشي حاجة وهي بقتوقفها slate مسكة اما الماضق كيجي فيها غزال واحد الماضق وكتجي كريمية كتجي كتحمق يعني اذا عملتوا هان ضيوب ديلكم فغتكونوا عملتوا يعني شي حاجة اللي مزيونا بزف وغادي تعجبهمي ان شاء الله وكيف ما شاءتوا انه يعني عملناها في واحد الوقت لهو وجيز ما غدي شي معكم حتى عشر دقائق نتمنى هاد الفيديو هدا يكون الاعجاب ديلكم ونالاستحسن ديلكم كما العادة ما دنسوني شي باللايكات ديلكم والكومنتاريز ديلكم لكي شجعوني اكتر وما دنسوني شي بارتاجيهم على العائلة ديلكم والاصدقاء ديلكم لتعم الفائدة وباش تزيد كبر القناة ديناي ان شاء الله وباش نزيد نعملكم مواصفات اكتر بالنسبة لأول مرة كيشاهد هاد الفيديو اذا كنا نعجبكم المحتوى فما دنسوني تشاركو في القناة بالضغط على ابوني او سوزكريبير او اشترك والتقطع للجرس باش يوصلكم كل الجديد يليك نعملو وده بغد نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى